دولة سليمان أنموذج واضح للعلاقة المتواصلة بين الجن والإنس في سورة النمل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون إنها الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة الحديث عن دولة سليمان حديث عن وسيلة إيضاح مصغرة ومصغرة جدا لدولة القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليه سأمر على بعض الآيات التي ذكرت لنا لقطات من شؤوني وأحوالي دولة سليمان النبي في سورة النمل في الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة وورث سليمان داود فداود كان ملكا قبل سليمان وداود صار ملكا بعد طالوت هذه الدولة ابتدأت بطالوت وبعد موت طالوت صار الملك لداود وبعد داود صار الملك لسليمان وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين هذه لقطة من دولة سليمان فالطيور جزء من رعيته في هذه الدولة وجزء من عسكره وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير هناك لغة للتفاهم مع الطيور الآيات صريحة علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء والقضية لا تقف عند منطق الطير فالطير جزء من عسكره وهناك نظام شديد في محاسبة هؤلاء الجنود الهدهد طير من هذه الطيور الكثيرة بحسب الأحاديث التي عندنا عنهم صلوات الله عليهم وظيفة الهدهد تشخيص مواطن وجود الماء في باطن الأرض الهدهد يمتلك هذه القابلية ولكن لا بد من برنامج للتفاهم معه ولذا جاء هذا البرنامج علمنا منطق الطير سليمان كان كان ينتفع من خبرة الهدهد في تشخيص مواضع تجمع المياه في باطن الأرض الروايات تقول من أن سليمان ما كان على علم بمواضع المياه هذه ولذا كان يستعين بالهدهد مع علم سليمان الوهسع بحسب زمانه فهو نبي من الأنبياء لكنه لم يكن مرسلا ولم يكن من أولي العزم فلا هو من أولي العزم ولا هو من أصحاب الرسالات لم يكن مرسلا كان نبيا معصوما كان نبيا حكيما وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء وأتينا من كل شيء بحسب زمانه وبحسب حاجته هو وبحسب حاجة دولته وبحسب خصائص تلك الدولة العجيبة يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير صورة مهولة حشروا جميعا حشروا حشرا عسكريا ليست الغرابة في اجتماع الجن مع الإنس مع الطير أمر غريب لكننا إذا نظرنا إلى دولة سليمان فليست الغرابة هنا اجتماع الجن مع الإنس مع الطير في صفوف منظمة عسكرية في قوة هائلة هذا الأمر غريب في نفسه لكنه ليس غريبا بالنسبة لدولة سليمان إنها دولة الغرائب والعجائب الصورة مهولة وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير الطير هي الطير بكل أشكالها وألوانها والأناسي هم الأناسي هم أبناء آدم والجن أشكالهم تختلف عن الآدميين قد يظهرون بمظهر مقارب للمظهر الآدمي لكن بالجملة فإن أشكالهم تختلف عن أشكال الآدميين على سبيل المثال فإن أعينهم تكون طولية أبدانهم غزيرة الشعر ليس كأبدان البشر هناك مواصفات فيهم يختلفون فيها عن البشر وأشكالهم متباينة العفاريت تختلف أشكالهم عن غير العفاريت من الجن فهم على طبقات وهم أجناس وهم شعوب وقبائل على أي حال ليس الحديث عن الجن وعن خصائصهم الحديث عن دولة سليمان غريب أن يتكون العسكر السليماني في هذه الدولة الفريدة من نوعها بحسب ما مضى من التأريخ أن يتكون العسكر السليماني من الجن والعنس والطير ومن غير ذلك أيضا غريب هذا لكنه في الوقت نفسه ليس غريبا فهناك ما هو الأغرب ولذا قلت ليس غريبا أن يجتمع الجن والعنس والطير في عسكر سليمان وليس غريبا أن يكون هناك تواصل مع الطيور عبر منطقها نحن في دولة الغرائب والعجائب وما وما الأمر بغريب حينما يتم التواصل مع النمل حتى حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فسمع صوتها مع أنه لم يكن قريبا منها كان على وسيلته النقلية الطائرة التي تسمى في بعض الأحاديث بالكرسي بالكرسي الطائر وفي بعض الأحاديث تسمى بالبساط بالبساط الطائر إنه كرسي سليمان الطائر وإنما يقال له الكرسي لأن الذين يصعدون على هذه الوسيلة النقلية العجيبة كانوا يجلسون على الكراسي عدد ضخم من الكراسي قطعا هناك كرسي مميز لسليمان النبي وهناك الكراسي المميزة للقادة وللزعماء وهناك الكراسي لسائر الجند من الجن والإنس لسائر جنده الروايات حدثتنا عن ذلك وسيلة نقلية طائرة عجيبة عجيبة غريبة فكان على كرسيه الطائر وهذه النملة رأت أن الكرسية الطائرة سيحط على الأرض ولذا أطلقت نداءها إلى النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حينما يحط بصاته الطائر فتبسم ضاحكا من قولها لقد سمع صوتها وهي في الوادي حتى إذا أتوا على وادي النمل فهي قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون لأنهم سينزل بهم بصاتهم الطائر كرسي سليمان الطائر ذلك البصات العجيب العجيب سليمان تقريبية العشرون بعد البسملة وتفقد الطائرة ذكرت لكم في الحلقة الماضية من أن وظيفة الطيور أن تشكل سقفا لذلك البصات إنه سقف حماية وكل طير له مكانه الثابت في هذه السفرة كان شعاع الشمس يدخل من مكان الهدهد لأن الهدهد لم يكن موجودا فسليمان تفقد سقفه المصنوع من الطيور وما وجد الهدهد من أين يأتي شعاع الشمس هذا نظر إلى مكان الهدهد فلم يجده في مكانه وتفقد الطيرة متى تفقد الطيرة أثناء الطيران وحينما دخل شعاع الشمس من المكان الفارغ من صاحبه فنظر سليمان إلى سقفه العجيب هذا فوجد مكان الهدهد خاليا وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لماذا لا أراه هل هو غائب عن وظيفته هذا عسكر هذا جند هناك نظام فأين فأين الهدهد هذا وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا نظام عسكري وهذه الطيور قد أعطت عهودها بالطاعة وانضمت إلى عسكر سليمان لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد ما هي إلا مدة يسيرة فجاء الهدهد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين الهدهد عنده معلومة سليمان لا يمتلكها بين الهدهد المعلومة التي جاء بها إني وجدت امرأة لقد جاء بنبأ من سبأ من اليمن وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم عرش مميز تستمر الآيات إلى أن تأتينا الآية السابعة والعشرون بعد البسملة وما بعدها قال من الذي قال سليمان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين سليمان لم يكن على علم قلت لكم دولة سليمان وسيلة إضاح مصغرة وسليمان لم يكن من المرسلين وسليمان لم يكن من أولي العزم كان نبيا معصوما عصمته بحدود علمه إذ مدار العصمة مدار العلم فبقدر العلم تكون درجة العصمة من هنا فإن عصمة محمد وآل محمد لا حدود لها إنها عصمة الله لأن علمهم علم الله هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة ومن اعتصم بكم من اعتصم بكم من اعتصم بعصمتكم ما هي النتيجة ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله لأن عصمتهم هي عصمة الله علمهم علم الله فحينما فحينما نتحدث عن العصمة عصمة محمد وآل محمد شاي اتحدث عن محمد وعلي وفاطمة ائمة الامة وعن وعن الائمة من ولد فاطمة من المجتبى الى القائم صلوات الله عليهم من اولهم الى اخرهم من محمدهم المصطفى الى القائم الحجة المهدي الائمة المعصومون الاربعة عشاء هؤلاء عصمتهم عصمة الله لا فرق بينك وبينها الا انهم عبادك وخلقك مثلما جاء عن امام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه في دعاء شهر رجب عصمتهم عصمتهم هي عصمة الله ومن اعتصم بكم اعتصم بعصمتكم فقد اعتصم بالله هكذا هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة عصمة عصمة فاطمة فاطمة المعصومة بنت موسى بن جعفر المعصومون من اوليائهم المعصومون من شيعتهم من اهل بيتهم فهؤلاء شيعة الامة المعصومين الاربعة عشر هؤلاء عصمتهم يمكننا ان نقايسها بعصمة الانبياء وعصمة هؤلاء اعلى لكننا نستطيع ان نقايسها بعصمة الانبياء اما عصمة الائمة الاربعة عشر فتلك هي عصمة الله ذلك موضوع اخر بالكامل لا وجه للمقارنة بين عصمة محمد وآل محمد اتحدث عن الاربعة عشر له اجه للمقارنة والمقايسة هذا هو التعظيم وحذاري حذاري من مزبلة حوزة النجاف حذاري من التقزيم هذا هراء ترك الاولى هراء الساه وامثال ذلك هذا هراء هؤلاء الأوباش في حوزة الطوسي سوت الله وجواهم في الدنيا والآخرة لا لا شأن لنا بعقائدهم المرجئية القذرة عصمة الأئمة الأربعة فيما بين هذه العصمة وبين عصمة الأنبياء من شيعة محمد وآل محمد الذين يشهدوا لأفضلهم أفضلهم نوح يشهدوا لأفضلهم حمزة وجعفر وحمزة وجعفر يغبطان العباس ابن أمير المؤمنين على منزلته يوم القيامة الروايات حدثتنا عن ذلك التعظيم التعظيم مسار التعظيم طلقوا مسار التقزيم ابتعدوا عن هذه القذارة ابتعدوا عن قذارات مراجع حوزة النجف وكربلا ابتعدوا عن قذاراتهم ابتعدوا عن أوساخهم عن مزبلتهم العقائدية ابتعدوا عن هذه الجراثيم ابتعدوا عن الضلال بعينه العقيدة العقيدة السليمة هي عقيدة التعظيم 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 أعود إلى سورة النمل فهكذا قال سليمان للهدهد الهدهد قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون راقبهم هذه الطيور تفتقت كل وسائل قدرتها قدرتها حينما كانت في جيش سليمان لم تكن بحالتها الاعتيادية التي نراها في يومنا هذا ليس الطيور فقط كل الكائنات فيها خزانة في تلك الخزانة قدرات مودعة هذه القدرات المودعة مخزونة لأيام الله سيفجرها القائم صلوات الله وسلامه عليه مثلما يفجر خزائن الأرض أفليست الأحاديث تخبرنا من أن الأرض ستلقي بأفلاذ أكبادها هذا النفط لا قيمة له بالقياس إلى أفلاذ أكباد الأرض سأعود إليه النفط يوجد قريبا من السطح أما أفلاذ الأكباد فهي في الأعماق النفط كان يتسرب عبر القرون البابليون البابليون ألم يعبدوا شارع الموكب في بابل عبدوه بالقير لأن القير كان يخرج من عيونه وما أرض ذي قار في جنوب العراق إلا أرض فيها عيون قير فالقار هو القير فقيل لها أرض وصفت بهذا الوصف من أنها أرض ذات قار مكان ذو قار سميت بعد ذلك بذيقار فالقار هو القير وفي التعبير الشعبي العراقي يسمونها المقير المقير هي منطقة أور المقير من القير وهو القير النفط كان يتسرب في المنطقة الشرقية في الجزيرة العربية في السعودية في زماننا كان يتسرب من عرضها وكان الناس يعرفون ذلك لكنهم يتنفرون منه لقبح رائحته كانوا يستعملونه في علاج الأمراض الجلدية لحيواناتهم وحتى لأبدانهم في بعض الأحيان النفط هذا الذهب الأسود الذي غير وجه الحياة هذا ما هو من أفلاذ أكباد الأرض هذا قريب من سطح الأرض وإذا أردنا أن نأخذ النظريات العلمية بصدد تكونه فلن يكون من أفلاذ أكباد الأرض فلقد تكون مما كان موجودا على وجه الأرض إذا أردنا أن نأخذ بالنظرية الغابات التي طمست أو إذا أردنا أن نأخذ بنظرية البحار بحسب النظريات المتعددة في نشأة الذهب الأسود أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل لكن الحديث في بعض الأحيان يجر حديثا آخر وسأعود إلى هذه المسألة فالأرض ستخرج أفلاذ أكبادها أو أن الأرض تخرج كنوزها الكنوز هي الدفائن الثمينة التي تحفظ في مكان بعيد لا تصل إليه الأيدي الأرض تخرج كنوزها الأرض تخرج أفلاذ أكبادها هذه التعابير عجيبة عجيبة سأعود إليها في قادم الحلقات وهكذا كل الكائنات حتى في الصخور والأعجار ما هذا الحديث عن الأرض فيها خزانة هذه الخزانة مفاتيحها بيد محمد وآل محمد كل المفاتيح عندهم مفاتيح الغيب عندهم هم خزائن علم الله وهم خزان علم الله هم الخزائن وهم الخزان الخزائن هي الخزائن مواضع الخزن والخزان هم المسؤولون عنها هم خزانة علم الله وهم خزائن علم الله فمفاتح الغيب بأيديهم أنا لا أريد أن أذهب في هذا الاتجاه في حديثي فحينئذ سأحتاج إلى وقت طويل جدا كي أعرض ما أريد أن أعرضه بين أيديكم في هذه الحلقة على أي حال أعود إلى الهدهد فقدراته في العصر السليماني في الدولة السليمانية تفتقت في أيامنا قدراته موجودة مخزونة تحتاج إلى من يفتقها يخرجها اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون نذهب إلى